تدرج الصفات في الجدول الدوري الحديث السالبية الكهربية عناصر الجدول الدوري الحديث رتبت العناصر في الجدول الدوري الحديث بناء على تدرجها في العدد الذري وهو عدد البروتونات الموجبة الموجودة داخل النواة أو عدد الإلكترونات السالبة التي تدور حول النواة وذلك لتساويهما وهذا يعني كلما زاد عدد الإلكترونات السالبة وزادت شحنة النواة الموجبة أيضاً فيقل بذلك حجم الذرة ويزيد تابعاً لذلك قدرة الذرة على جذب إلكترونات الرابطة الكيميائية وبالتالي زيادة السالبية الكهربائية للذرة السالبية الكهربائية يمكن تعريف السالبية الكهربائية للعنصر بأنها قدرة ذرة العنصر في الجزي التساهمي على جذب إلكترونات الرابطة الكيميائية وهذا يعني أن نوع الرابطة الكيميائية يعتمد على فرق السالبية الكهربائية بين الذرتين فإن تساوت السالبية الكهربائية بين الذرات فإنها ستتشارك إلكترونات الرابطة وتصبح تلك الرابطة تساهمية أما إن نجحت إحدى الذرتين في جذب إلكترونات الرابطة فستصبح الرابطة أيونية وإن اتجهنا من أعلى إلى أسفل في الجدول الدوري الحديث فإن عدد مدارات الإلكترونات السالبة التي تدور حول النواة سيزداد مما يؤدي لزيادة حجم الذرة وكذلك إلى زيادة المسافة بين النواة الجاذبة وإلكترونات المدار الأخير فسيصبح من السهل على الذرة فقد إلكترونات المدار الأخير وبالتالي تقل السالبية الكهربائية للذرات السالبية الكهربائية لذرات جزيء ثاني أكسيد الكربون لتحديد نوع الرابطة الكيميائية في جزيء ثاني أكسيد الكربون لابد من الرجوع للجدول الدوري الحديث لتحديد أي من الذرات له سالبية كهربائية أعلى فسنجد أن السالبية الكهربائية لذرة الأكسوجين أعلى من السالبية الكهربائية لذرة الكربون وهذا يعني أن ذرتين الأكسوجين ستجذبان إلكترونات الرابطتين وتصبح الرابطتين أيونية